مساعدات غذائية لا تصل لمستحقها واستغلال كامل للعمل الإنساني وتحويل مخصصاته لدعم المقاتلين في الجبهات هكذا تذهب المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وغيره من الجهات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء ديفيد بيزلي أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه قام بالتواصل مراراً مع سلطة صنعاء وزعيم ميليشي الحوثي على وجه التحديد ووقع اتفاقيات عدة لكنهم كبرنامج يصدمون دائماً عند التنفيذ على أرض الواقع مهدداً بأن برنامج الغذاء سيوقف أعمال الإغاثة نهاية هذا الأسبوع في حال لم يصل مع الحوثيين إلى اتفاق وآلية عمل وتوزيع واضحة بيزلي طالب مجلس الأمن أيضاً بالسماح للبرنامج بتحويل المساعدات الإغذائية إلى بلدان أخرى في العالم يحتاجها الفقراء وذلك إن لم يسمح لهم بالعمل مباشرة في اليمن مؤكداً أن لدى البرنامج القدرة الكافية التي تمكنهم من العمل على الأرض والوصول للمستفيدين الحقيقيين المشكلة بدأت عند رفض الحوثيين تنفيذ الاتفاقيات بشأن تسجيل الأشخاص المحتاجين عبر نظام القياسات الحيوية إما باستخدام تقنية مسح قزحية العين أو بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه وذلك لضمان عملية التسليم لمحتاجها وهو ما اعتبره البرنامج مدخلاً للتحايل إذا لم يتم من قبل الحوثيين سرقة للطعام من أفواه الجياع وتلاعب بكل المساعدات المخصصة لهم يحدث ذلك في بلد يعيش أكثر من نصفه تحت خط المجاعة ويموت فيه العديد تحت القصف والاستهداف المباشر ترجمة نانسي قنقر